الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي أنزل على عدوه الفتابة ولم يجعل له وجه الحمد لله فاطر السماوات والنف نحمده سبحانه وتعالى ونؤمن به ونتركل عليه ونعوذ بالله من شهور أنفسنا ومن سيهيات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ينالي له وأشهر لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعمل جمع رسول وشلون سيدنا محمد عبده ورسوله وصفينه وخليبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وطركها على المحجة البيضاء خيرها تنهارها لا يزير عنها إلا هالك فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول مولا عز وجل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي أسابع به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق فقاته ولا تموتن إلا وعنوا المسلمون أما بعد إن أصدق الحديد بكتاب الله وخير الهدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بتاع وكل بتاعطة بغلاة وكل ضغلاة في النار معهوده بكتاب الله سبحانه الله تعالى نعر I dear brothers and sisters this earth which you and me will live in it it's been divided for many countries by the human beings but the earth it's belong to Allah He created the sky and the earth and Allah in Surah Al-Mulk He said Subhanahu wa ta'ala فمشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه التشور this is the earth belonging to Him Subhanahu wa ta'ala He asked all of us to walk anywhere you want to earn and to eat because in the end you're going to Him Subhanahu wa ta'ala and each of these countries has many courts and the major one the international court the one in Mahal but we have to ask ourselves how many of those countries they have the right judges inside this court each court has assembled in the front of the building where all can see it very easy escape standing for justice but who is the one who created that isn't it Allah Allah Subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Rahman الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر محسبان والنجم والشجر يا سجدان والسماء رفعها ووضع الميزان هو بو دميزان هو كريايتد دميزان دا سكير إذن الله عز وجل سوال جاءتومي الدين رفيرتو محمد صلى الله عليه وسلم بحض المساعد مع سيحوEx ون الAME السوق الوضع بحض رؤمن بحضرت بحضور رجل ستتعلق الوضع أنت تأتي وليلا و何 ده أحضرت و Daniel لعصول Word و Ge증 بحضرت من حضرت من عول уки و ثم تسقط ولكن كمان من جده يقرأون فنزال تصدق حول الناس في مجرد من مجرد من الناس يجب أن تكون لها حرد الله ورحمة الله ورحمة الله وبرجة ولم ترى هناك السرق الموضوع في المناة في المنزل وفق الموضوع في المساعدة وفق الموضوع في 10 دقيقة سيبق الموضوع في 15 مناة إذا فقط ان ستقوم بفق المنزل في которые؟ كل أحيان بدنا أن تصل تفق veio في سي valley تعالى pourquoi 괜찮اثم بعض المشقبل يا فرغب صحية أبت ذلك لو痛نا عن شريس قولها ؟ ان Ciين كان يجعل محمس تلبي screw الله سبحانه وتعالى يوبي قد فوق الله سبحانه وتعالى س provided الله deles جعل وفقهم وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يوم إذن تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يوم إذن يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال فررة خيرا يرى ومن يعمل مثقال فراته إن شاء الله يرى يوم بيتأسك فرمتم الله عز وجل what they did عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سات ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله من غيرته الجمال نعم you will escape you will talk to الله عز وجل he will ask in you he will listen to you he say read your book he give you a chance and after he read your book he will ask you is anything wrong in this book is my malayik wrote something wrong but I ask you my brothers and my sisters in your time in your age now since we know what is the computer how many computers have been changed how many computers have been crashed what about the computer that الله سبحانه وتعالى gives to you he record everything وَلَقَدْ خَلَقْنَ لِيْنسَانَ وَنَعْلَوْ مَا تُغَسْوْسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَوْ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّ الْوَهِيدِ إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَوْفَضُ مَنْ قَوْلٍ إِلَّا لَلَيْهِ رَقِيمٌ عَتِيدٌ every word, every action will be recorded and you ride and you lift by the two angels the creator the one who told the people what is justice Allah is the most just this don't yet, nothing but we have a different court the special day for the people from Adam وَعَلَيْهِ السَّلَامُ until the day of judgment the day when Allah changed the earth by different earth and the sky by different sky when Allah has come in the earth came by eight angels كَلَّ إِذَا ذُكَّتُ الْأَرْضُ دَكَّاً دَكَّاً وَجَاءَ رُبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًاً صَفًا وَجِيَّ يَوْمَيْذٍ بِجَهَنَّمُ the time Allah subhanahu wa ta'ala will come and the balaiqa will stand raw and when Allah subhanahu wa ta'ala gave the order to the hellfire by the balaiqa to just pull it get it, drag it from everyone at this time Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam he said you will hear the jahid from the zafir the breeze of the hellfire calling the people who remain in it from the sound of the hellfire a sayyid in the anbiya when do you go down on their knees scared from the hellfire that's before anything else before you've been asking for them when you tell those judges you will be in the same thing before Allah azza wa ta'ala you like Allah subhanahu wa ta'ala to ask you why you've been that for them you have to be honored for yourself honest you don't escape from no one because no matter what when your time comes you are going the same time no one sees your time and no one decrees your time my dear brothers and sisters in this day we're not talking about it we're going to talk about something else a discussion a hadith happened between Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and Sayyidina Jibreel alayhi wa sallam he came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a different time unusual time and he said ya Jibreel ما لي أرى رجحك متغير why I saw your face change and you come in different time he said you are Rasulullah alayhi wa sallam جئتوا علاika في وط I came to you in a time Allah subhanahu wa ta'ala asked you to increase the hellfire to blow on it and he said ya Jibreel ألاها أبوابك أبوابنا it has doors like our doors he said ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam بعض راجو الطاعت door above other divided metals ya Muhammad it has seven doors the bottom one الهاوية it has a man fire it's coming from there and the people Fara'un and his people is there because when you need a man this big this hawaya and the top one the very lowest one Jihannam and he is there who will be there who will be there in that Jihannam and his uncle he will be into the game ya Jibreel هل ستكون هنا؟ هل سمعت محمد؟ هل سمعت موحبا؟ هل سمعت موحبا؟ يقلون ذكي أولهم من أن نفسنا ونسألنا لا تتكلمون نفسنا مجدد ذكي أولك وإنه يحبوه يدرون هؤلاء إلى الأن ويعطون نفسه سايدية أمر الeding 90X سادهмен عمل الخطاب ساده کوامر أoby خطاب صالح سالوانه الأفرسي اتنقل س대�هي ، كان ل سازم ل leveling رسل الله تقول لهم أطاع الدuta محمد صلى الله عليه السلام ojos podcasts رسول الله osters denn season شهر محتمى هي تحرك محمد صلى الله عليه وسلم هي تحرك محر ومحر ومحمد صلى الله عليه وسلم قال هذا محتمى يا رسول الله قال اه فاتمى قد جاء علي جبريل جبريل قال لي قال لي ايه 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 يا فاطمى في جهنم الناس 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 قال يا رسول الله هل ستذهب؟ هل ستذهب؟ قال يا فاطمى جبريل قال جبريل ستذهب من الناس 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 جهنم بلو عيزة من أن تحديول الناس الناس المعلوم بلو عزيزة حمدين من الناس 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 ٱهو لأكثر بالموحمل والدير المعазيين قال هل ستذكر الناس 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 من يتحدث لكن قال يا رجال قد لو أن تعاني ، ثم نتمنى قالت نعم لوده لحمد صلى الله عليه وسلم وقالت نعم لأبيبون من القرآن وقالت نعم لن أبيبون محمد صلى الله عليه وسلم وقال لديهم أ أقلب لأخذهم من النجاج وقعهم مكملهم في النجاج وقالوا أمالك لن نضيع ان تقلل قلنا قلن نلقل وقعهم قلت لن لأنها قسم أريد وقلت وقد قلو لأهرباء تَوْخَيْ لَقَدْ خَتَحْنًا آمَاً لَقَدْ خَتَحْنًا آمَاً غَفْعَرَيْلِ مَحَمَّدْ صَى لَقَامَدْ إسم الله إسم الله يكر أخاذ يا أخاذ إسم الله ويسألت النور إسم الله ونتأتي وعناء رسول الله صلى الله مهلا يقول لدى السجود من قره المحمان وإبدا أرفع رأسك أعطيك أكثر للعناة، أسأل طبطة، أسأل أخطيك. يقولًا، ستأخذي يا رب، ستأخذي يا رب. جاء سفير يبونيشت. يقول يا محمد، اذهب، ورفع البطاء والذيب، ورفع البطاء، وعيد انهم، ونأخذ المنزل، منذ يدفع. يقول، سيدنا جبرين عليه السلام. والنسي زيدنا رسم الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسم الله الشفاعة ويأني لديك أسساعدك ويأني ربريل سألع لإجابة الهدفة يذهب بفرد رائرة ويأتي إلى الجنة ويأتي إلى الجنة يقول الحمد لله أنت من الأمة المحمد صلى الله عليه وسلم ملابس وملابس ستكون في الجنة تشاء الله يقول يا إله إلا الله محمد رسول الله And if you make any mistakes, the door of Allah Azza wa Jal, the open 24-7, just raise your hand to Him, Subhanahu wa ta'ala, and صدقنا إلى الله, ورجعنا إلى الله, وعزننا على أننا لا نعود إلى المعصير فن تغضب الله Azza wa Jal. الله سبحانه وتعالى loves the people who are asking for the hidayah, for the tawbah, and sharing back to Allah Azza wa Jal, never today, my dear brothers and sisters, the time is gone, everything is gone, except your deeds, good or bad, remember, those people in the court, they should learn how is Allah سبحانه وتعالى, do His work, and He is the creator in the day of judgment, how He is fair with everyone, how He is asking everyone, even He will let your tongue and your hand and your feet to be a witness, but those people here in this dunya, they forget who is Allah Azza wa Jal, but we remind them, this dunya will never remain forever. يا أيها الناس التقو ربكم، إن سلسلة الساعد شعر أظل، يوم ترون تزهر كل مردعة عما الله This is the time, we see the earth's focus is broken, and the people will run left and right, and the one she has a baby, she's pregnant, she will drop her baby from the fear of Allah, you see the people run left and right, they're drunk, but they're not drunk, they are afraid, on this day, on this moment, so tell them, hand them, not a problem, you will be against them in the day of judgment. Tell them, those people do not have a friend, if you handed them, you memorize the book of Allah, they have the Quran in their chest, they believe in la ilaha illallah muhammad rasulullah, the brotherhoods in every Muslim country, in jail, because they said la ilaha illallah muhammad rasulullah, and they tell the truth, that's what they do need. We've been here in the earth, by the power of Allah عز و جل. If you believe it, believe in that, and you believe that Allah subhanahu wa ta'ala, which is the earth, only for his event, you are created by Allah عز و جل to obey him only, so don't be afraid from no one. Alhamdulillah, that we all say, Muhammad, our prophet, and he is the last prophet, we believe all the prophets, we believe in Allah عز و جل, and his book, and his messenger. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويقول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين my dear brothers and sisters when you have a date in the court just to remember the one you are standing front of him is a human and the one you have to be scared from is Allah don't afraid from no one in this dunya standing all what you have to do to work very hard to get your book in your right hand because you will be standing no more sitting Allah subhanahu wa ta'ala in this day he's not going to ask you to sit down as the court in this dunya do stand and sit no it's one sign standing male and female naked next to each other when عيشة ست محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله the man and woman stand like that يا رسول الله is not lost he say يا عيشة it's more worse than what you think they are sweating and the sweat will reach to the ankle or the knee or the chest or the cover of the head it's more worse than anything this is the day of judgment when Allah subhanahu wa ta'ala and the people of the head in Jannah on the right and the people of the head fired on the left and he was going to bring me to death and he said do you know who left and the people of the head in Jannah said يا الله this is the death and the people of the head in Nabi said يا الله this is the death and the Allah subhanahu wa ta'ala give the order to slaughter the death no more death the people in the head fire remain on it and the people of the Jannah will remain in it except the people of the Siddha ilaha and the Allah and Muhammad and the Rasulullah we have the real trial not the trial of the dunya it's a trial with the Shafa'ah of Muhammad صلى الله عليه وسلم you work very hard to have your book in your right hand never too late return in the back for Allah asking him do your deeds in the dunya do your salah in time do your zakah don't worry about the rizq it will come from Allah spend money for the seek of Allah let your attention to Allah if you have the money to go from the hajj my dear brothers and sisters it's required if you have this enough money from the hajj you have to do it and you have no secures in USA they keep you the visa one, two, three you have many people going for the hajj you take care of the hajj join them join them and we ask the people who go to the juror of the hajj kindly at least one poor person who has no money with him take him free with you wallahi allahu may barq and his barq not only that my dear brothers the month of ramadan almost there how many of us try to open the mushaf and try to read something to understand the words of the quran and the tarweeh time this is a time for all of us to turn back to allah time for all of us to raise our hand to allah and we ask him for forgiveness asking subhanahu asal 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 وأن يكفر عنا السيدات وأن يشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويتقبل منا ويقبلنا ويقفل لنا وارحمنا اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين عافينا واعف عنا يقفل لنا وارحمنا رجع الآخر كلماتنا في هذه الدنيا يا ربنا لا إله إلا الله محمد رسول الله أدخلنا قرورنا بشفاعة القرآن ونلقاك بشفاعة القرآن اللهم إننا ساعة الجنة ونعيمها ونزلك شربة من يد رسولك الكريم لا نزمه بعدها أبدا اللهم إننا لم نره في دنيانا فاجمعنا معه في الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من النار وشهورها اللهم ارحمنا فإنك بنا رحم اخبر لوالدين ارحمهما كما ربينا صغارا اشفي كل مريد وارحم كل مير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتم الظالمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله ينبر العدل والإحسان وإيجاء للقربة وينهى عن الفعشاء والمنكر والبطل يعذبهم لعلكم تذكرون اذكروا الله إلا أخير مذكركم والعوء يستجب لكم الله ينسى